موسيقى السادسة تماما أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام إلى موجز لأهم الأنباء أعلنت السفارة الأمريكية أنها ستجري سلسلة من الاختبارات والتي تشمل معدات واجراءة الطوارئ وسيصل صوت الانذار بالخطر وصفرات الانذار وغيرها من أنواع الضوضاء إلى السكان المقيمين في المناطق المحيطة بالسفارة عند إجراء هذه التدريبات قدمت السفارة اعتذارها عن أي إزعاج قد ينجم عن ذلك أصدر تحالف القوى العراقية بيانا قال فيه أنه لم يعد مقبولا سكوت عن تكرار الخرقات الأمنية مثل استهداف البعثات الدبلوماسية والقصف العشوائي وعمليات الخطف والاغتيال أضف تحالف القوى أن أصابع الاتهام في اتكاب الخرقات الأمنية تشير إلى تشكيلات وجماعات وفصائل منضوية تحت منظومة الأمن والدفاع العراقية أشدد تحالف القوى على أن من يريد جرى البلاد إلى الصراع الإقليمي بقوة السلاح لن يكون شريكا في بناء دولة المواطنة والمؤسسات لافتا إلى أن من يمعن في استهداف البعثات الدبلوماسية يفهم منه الحيلولة دون استعادة العراق لمكانته وهيبته وحذر تحالف القوى من إعادة العراق للفصل السابعي في حال استمرار الخرقات واستهداف البعثات مطالبا الكاظم والقوى السياسية برد حاسم على الفصائل ومظاهر السلاح المنفلت أفادت خلية الإعلام الأمني بالعراق بالفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلا كان ينقل معدات للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في ذيقار وقالت الخلية في بيان إن رتلا كان ينقل معدات التحالف الدولي المنصحبة من العراق بواسطة شركات نقل عراقية وسائقي العجلات من المواطنين العراقيين تعرض إلى انفجار عبوة ناسفة في ناحية البطحة في محافظة ذيقار وضفت الخلية في بيانها أن ذلك أدى إلى أضرار بأحدى عجلات الرتل قد استمر الرتل بالحركة نحو وجهته المقصودة أفد مصدر مطلع بأن وفدا عسكريا إيرانيا وصل إلى العاصمة بغداد والتقى وزير الدفاع جمعنات سعدون في مكتبه بمقار وزارة الدفاع وكيل رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية للشؤون الدولية الفريق قدير نظامي أجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة أفاق التعاون والتنسيق المشترك في المجالة كافة بين البلدين افتتح النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي أعمال الجلسة العاشرة للبرلمان وأرجى البرلمان التصويت على فقرة الدوائر المتعددة ضمن قانون الانتخابات إلى العاشر من تشرين الأول المقبل شهدت الجلسة التصويت على عدد من مقترحات اللجنة القانونية النيابية حيث صوت البرلمان على فقرة تحديد معيار موحد للمحافظات كافة دون استثاء أي محافظة كما صوت على فقرة وجوب الالتزام بالتجاوز الجغرافي وتنوع المكونات داخل كل محافظة إضافة إلى فقرة الالتزام باعتماد الأحصائية السكانية لعام 2010 وعدم جواز تأجيل أي محافظة من آلية توزيع الدوائر الانتخابية استقبل رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور برزاني وفدا من الحكومة الاتحادية برئاسة مستشار الأمن الوطني قاسم العرجي أكد بيان صادر عن حكومة الإقليم أن الاجتماع الذي حضره وزير داخلية الإقليم ريبير أحمد بحث آخر المسجدات على الساحة العراقية وأهمية تنسيق الأمنية المشترك بين قوات البشمرقة والجيش العراقي وذلك من أجل التصدي لتهديدات تنظيم داعش طلب المواطنون في الموصل القديم والجانب الأيمن الحكومة والجهات المعنية بضرورة توفير فرص العمل للعاطلين وإطلاق درجات الوظيفية للخرجين من أبناء المدينة حيث أشار المواطنون إلى ترد الواقع المعيشي للكثير من أهالي المنطقة في ظل استمرار الدمار وغياب الدعم عن الفقراء وذوي الدخل المحدود قال مدير قسم عمل نين ومحمد يحيى إنه لا يوجد في الوقت الحالي تقديم على القروض مشيرا إلى وجود الوجبة الثامنة والعشرين التي أطلقتها وزارة العمل والشؤون الاجتماعية دعيا الفائزين بمراجعة الدائرة لترويج معاملاتهم أكد أن قيمة القرض الحالي ثمانية ملايين دينار لافتا إلى أن تزديد يقصط على خمسة أعوام نظم عدد من سائقية تاكسي في مدينة الموصل وقفة احتجاجية للمطالبة بالغاء رسوم الهيئة المتراكمة خلال فترة سيطرة داعش على الموصل أي قف العمل بالعجلات الخصوصي كتاكسي كما طالبوا بالسماح لهم بالانتقال للمحافظات الأخرى حيث أشار أصحاب التاكسيات إلى أنهم لم يعملوا طوال فترة سيطرة داعش منتقدين مطالبتهم بسداد رسوم الهيئة لتلك الفترة أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية تحرير ست قرى من الاحتلال الأرميني عقب هجوم مضاد شنته قواتها ردا على الاعتداءات الأرمينية أقل المتحدث باسم الوزارة أنار إيفانوز في مؤتمر صحفي الجيش الأذربيجاني يسيطر الآن على ست قرى في منطقتين فضول وجبرائيل مشيرا إلى تواصل عمليات تحرير قرى أخرى في المنطقة من جهته دعا الرئيس التركي رجب طيب أردغان العالم إلى الوقوف بجانب أذربيجان في كفاحها ضد الاحتلال الأرميني وفي سلسلة تغريدات على تويتر قال أردغان إن الشعب التركي يقف بكل إمكانياته إلى الجانب شقيقه الأذربيجاني مضيفا أن المجتمع الدولي لم يستطع بداء الموقف اللازم حيال العدوان الاستفزازي لأرمينيا واتبع مجددا معايير مزدوجة قال الناطق الرسمي باسم حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح حسين حمايل إن وفدا من الحركة وصل العاصمة المصرية القاهرة للقاء مسؤولين مصريين ووفد من حركة حماس في إطار الترتيب لإنجاز ملف المصالحة وأجراء الانتخابات العامة وأشرح مايل في تصريح لوكالة الأناضول إلى أن جولة اللقاءات بين الحركتين بدأت بلقاء وفتيهما في تركيا الأسبوع الماضي تبعها لقاء آخر في العاصمة القطرية الدوحة واليوم وصل وفد حركته فتح إلى القاهرة لمواصلة المباحثات لإتمام المصالحة الفلسطينية الداخلية أعلن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتين غريفث توصل الاتفاق بين الحكومة اليمنية الشرعية والحوثيين على تبادل إطلاق سراح ألف وواحد وثمانين شخصا خلال مؤتمر صحفي مشترك مع مسؤول من الصليب الأحمر رحب غريفث باتفاق تبادل الأسرة مشددا على ضرورة ضمان تنفيذ الاتفاق بأسرع وقت ممكن وحث غريفث الطرفين على المضي قدما على الفور في إطلاق سراح الأسرة وعدم ادخال أي جهد في البناء على هذا الزخم من أجل الاتفاق سريعا على الإفراج عن مزيد من المحتجزين بلغت حالات الإصابة بفيروس كورونا حول العالم ما يزيد على الثلاث وثلاثين مليون إصابة فيما توفي بالفيروس قرابة المليون شخص حول العالم تعافى من الفيروس 24 مليون و440 ألف شخص منذ ظهور الوباء نهاية كانون الأول الماضي هذا وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية هي البلد الأكثر تضررا من حيث عدد الوفيات والإصابات تليها البرازيل ثم الهند والمكسيك ثم بريطانيا وفي ظل ارتفاع عدد الوفيات والإصابات تستعد بعض الدول لتوسيع القيود المفروضة على التنقل ختام الموجز مشاهدين الكرام شكرا لكم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة